أعلنت وزارة الهجرة عن الإعلان الصادري عن وزارة التعليم العالي بشأن جدول امتحانات الطلاب المصريين العائدين من أوكرانيا الذين تقدموا بأوراقهم لوزارة الهجرة في الفترة من الرابع عشر من مارس حتى الرابع والعشرين من مارس الجاري لأداء اختباراتهم بكليات الطب البشري جامعة القاهرة والصيدلاء جامعة القاهرة وطب الأسنان بجامعة عين شمس والهندسة جامعة عين شمس وقالت الوزارة إن ذلك يأتي تنفيذا لدوجهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بدراسة أوضاع الطلاب المصريين الدارسين بالجامعات الأوكرانية وإيجاد حلول لمساعدة هؤلاء الطلاب الراغبين في التحويل لاستكمال دراستهم بالجامعات المصرية نظرا للظروف الاستثنائية التي تمر بها أوكرانيا حاليا وكشفت وزارة الهجرة أن إجمالية من تقدموا للهجرة والتعليم العالي بأوراقهم للتسجيل في الجامعات الخاصة والأهلية وصل إلى 1270 طالبا وطالبة ترجمة نانسي قنقر